اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات الصفتي والقانون حلقة مميزة فيها اغرب الاضايا واستغاسة لمسؤول ومعاك الصفتي واعرف حقك بمعلومة قانونية هننيني بها الحلقة ان شاء الله هنبدأ ان شاء الله حلقتنا النهاردة باغرب الاضايا ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في فقرة اغرب الاضايا لما تكون ماشي في امان الله وركب عربيتك المركة وتفاجأ لا قدر الله بعد الشرع لحضراتكم بحدثة وتفاجأ ان الارباج بتاع العربية ما بيفتحش فجأة تلاقي نفسك ما بين الحياة والموت بسبب الارباج ده لانك كنت عايز تفادي حادث كبير اوي كان ممكن يودب حياتك كلها فجأة تقول ان العربية اللي شريها بدم قلبك ومركة وفيها وسائل الامان معتقد ان فيها وسائل الامان كاملة فجأة تلاقي الارباج مايفتحش فوشك يحصل له اللي حصل للأستاذ الضيف اللي حضر معانا النهاردة اللي احنا هنستقبله ان شاء الله لأستاذ محمد اسماعيل خلينا القضية طبعا عندنا في مكتبنا ولكن خلينا نسمع منه هو تفاصيل اكتر وهنرحب به بعد الفاصل الموضوع يمكن غريب شوية لكن خلينا نرحب بالأستاذ محمد اسماعيل صاحب الارباج المشكلة اهلا وسهلا لأستاذ محمد احنا النهاردة عايزين نسمع المشاهدين ايه قصتك بالكامل طبعا انا عارفها لكن المشاهدين والناس كلها عايزة تعرف ايه القصة عشان تستفيد من التجربة اللي انت مرض بيها وتحكي لهم اتعرضت الايه بالزبط من بداية الحكاية لغاية ما لغاية ما جيتنا النهاردة والله اصدر مصطفى الحادثة كانت يوم سبعتشر حداشر الفين وخمستاشر عملت حادثة بكيه سراته الفين وتراتاشر في الحياة السابعة من اليرة ناصر وبعد يعني انا كده يعني دخلت في غايبوبة فلما دخلت المستشفى وعرفت اللي عندي وان انا برضو قدامي فترة في الاعلاج اه الايرباج ما مفتحش اه الايرباج بتاع طارة الكابسولة موجودة ما اضربش ايرباج ولا اي حاجة تمام لما خرقت من المستشفى طبعا عدت فترة بتعالج عملت برضو يعني تلات تلات عمليات كانت اول عملية ركبت فيها ست شرايح وست مسامير اه في وشي وكان عندي الانف وال والفك مكسورين وكان عندي شرخي في المخ اه تمام وركبت ست شرايح وست مسامير بعد كده عملت برضو عملية تانية واخده عظم من صدري لان انا كان عندي كاع لعين الشمال واليمين تفتفته بسبب ان انا وشي يعني خبطت في الطارة على سرعة مثلا مية وستين تمام كان عندي تسعة وعشرين كسر في في وشي واخده عظم من صدري عشان كاع لعين الشمال واليمين لما تفتفت يعني كان لازم انهم ياخدوا عظم من صدري تمام اعدت فترة كبيرة جدا يعني عملت كم عملية تقريبا كده يا سيد محمد تلت عمليات تلت عمليات مع دكتور ايمان ابو المكارم اول عملية اعدت فيها 11 ساعة آه وتانية عملية ععدت فيها ست ساعات وثالت عملية ععدت فيها ساعتين تمام مع دكتور ايمان ابو المكارم تمام وبعد كده رفعت يعني رفعت قضية على شركة كيه لاندي يعني دي الاجراءات انت بدلت اخد اجراءات بعد ضد الشركة واو انا يعني قال لي طرم القرباج ما فتحش بقى فيه عيب فني في العربية احنا لازم اتأكدت ازاي منه ده عيب فني اول حاجة يا دكتور مصطفى انا عملت اول معينة في كلية هندسة العباسية اقتلع ان فيه عيب فني في التصنيع تمام يعني كلية الهندسة في جامعة عين شمس ايوه جامعة عين شمس طلعونك تقرير ان ده عيب فني في العربية في التصنيع وخضوا حماية المستالك انها تخاطب شركة كيا بان محمد اسماعيل محمد ياخد عربية كيا سراطة موضل للسنة تمام حماية المستالك رفضت وقالت لنا ان فيه ثمن الارباج دوت بس اللي احنا نقدر ندفعه اه اللي هو ثلاث تلاف حاجة زي كده اه تمام فانا طبعا كنت صرفت برضو مبالك كبير جدا على وش في العمليات والكلام ده لان انا برضو عندي عها مستديمة دي انا عايش بيها بسبب ان فيه 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 ست شريح وستة مسامير تمام يعني تقريبا عظم وشك كله تكسر كان عندي 29 كسر بالزبط اه تمام تمام بعد كده بعد المعينة وبعد لما خطبوا حماية المستالك وقالوا ان هم هيدفعوا ثمن الارباج احنا رفضنا فيه محامي في شركة كي انا مش فاكر اسمه ومش بتذكره بس انا فاكر شكله قال لي خدت 3000 جنيه لان كده كده فينا ازاي كتير عملوا كده تمام واحنا اللي بنقصب القضية في الاخر واحنا اللي بنشهر بهم وبناخد منهم غرامة تمام وكان فيه اكتر من 25 كسر في وشك 29 كسر في وشك ومركب ست شريح وست مسامير وعن دعاها مستديمة ومعاها تقرير تب نتيجة عيب فني في العربية ما هو طلع اه في الارباج طلع ان في الاخر عايز يديلك حق الارباج اللي هو الفين او تلات تلات او تلات تلات احنا رفضنا وكملنا معاه بعد كده عمله تاني برضو معاينة في كلية هندسة بس المطرية اه تمام اه اه او العيب علينا شوية وعليهم برضو جد بقى المحكمة الاقتصادية قالت انتداب خبير من المحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع اه تمام والمحكمة انتهت لحكم بايه محكمة الاقتصادية اللي هو الحكم الاخير اللي هو المتين وخمسين الف جلي يعني ادانة اه 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 اللي فيه عيد فني في التصنيع ادى الى عمل عدم عمل الوسائد الهوائية مما تسبب بقى في اللي هو الكاسر والشريح والمسامير والكلام ده تمام وعملت اجراءات ايه تاني قانونية يعني قانونية دلوقتي انا بفكر بصراحة ان انا رفع قضية اه على الشركة الام لان هو اه لما الحكم طلع قال ان فيه عيد فني في التصنيع ورفعت قضية التعويض في مكتب ورفعت قضية التعويض عند حضرك طبعا عند نستاذة مصطفى الصفطة في المكتب تمام ودلوقتي انا مكمل يعني مكمل معهم تمام طب انت ناوي ترجع على الشركة الام المصنعة برا يعني تعمل هو المفروض ان الموضوع يتحول لهم تلقائيا لان هو في عفن في التصنيع في كيسراته 2013 ده مش في عيبي ده في مهندس انا فاكر شكله وتقريبا اسمه محمد شعروي طب انت شايف التعويض اللي تحكملك هنا في مصر ده تعويض جابر للضرر بتاعك اه انت كنت شغال ايه قبل الحادثة كنت شغال في ست ستار بس انا كده انا فعلا انا سبت الشغل بسبب بوش لان انا كده يعني العهل مستديما اللي عندي دي تخليني لعب يعني اتفصلت من شغلك بسبب الحادث انا بلغتوه ان انا لازم اقلل عدد ساعاتي ولازم يبقى ليها شغل معايا لان انا ما يفعش اي حاجة تغيبت في وشي يعني انا الدكتور قال دي لو ناس بتلعب كرة لو لو انت معد من الشارع دوت انت ممكن تعد من الشارع التاني شان لو الكرة جات في وشك وجيت لي انا قال لي والله العظيم ما عارف اعمل في وشك حاجة تاني تمام قال لي انا بقول لك نصيحة قال لي لو واحد شدمك في الشارع ما تردش عليه قال لي والله انت وشك كان في 29 كسر ووشك ميت فتفت واخدنا عضن من صدرك فانت وشك يعني يعني عزيزي المشاهدين الراجل اصبح دلوقتي بتعامل بحساسية جديدة جدا نتيجة الحادث والنتيجة العمليات الكتير او اللي عملها والشراع والمصامير اللي موجودة في وشه يعني الواحد لما يجي يركب الشراع ومصامير في رجله او في ايده او بتعامل بحساسية فما بالك في وشه في منطقة الادراك والتعامل والكلام والاكل والشرب فما يقدرش يحتكب حد ما يقدرش يحتكب اي جسم خشن ما يقدرش يشتغل اي شغل فيه عنف نتيجة ايه نتيجة ايه بصناعة من اه في عربية المفروض ان هي مركة والمفروض ان هي سعر اه عالي والمفروض ورغم ان هو لجأ للاجرات القرونية هنا في مصر لكن الاجرات القرونية او التعوضات اللي اللي اتحكم ليه تعوضات غير جابرة للدارة رجل اتفصل من شغله ورجل اه للأسف اه يعني يعني اكتر من من 3 اربع عمليات وتلات مشراح مصامير وتسعة وعشرين كاسر جوه وشه وفي الاخر بنقول تعوض والمفروض ان في عمليات كمان اعملها والمفروض في عمليات تانية لسه يعملها للأسف اه لسه يعمل للأسف طبعا الاستاذ محمد احنا بنشكرك ونتمنى للك الشفاء العاجل الله خليه وان شاء الله برنامج الصفت والقانون هيفضل معاك لغاية متاخد حقك الله خليها صحيح وان شاء الله هندول القضية وهنرفع دعوة دولية بإذن الله نطلب بحقك بإذن الله بإذن الله اه وان شاء الله احنا طبعا بعد الفاصل يا جماعة هنقولوك كان معنا فقرة الاسبوع اللي فات على الاغرب القضايا اه كان الاستاذ اه اللي كان حاضر معنا الاستاذ وليد فكري وفعلا تواصلنا مع سيد مدير امن المينيا ومدير امن المينيا السيد اللواء محمود خليل مدير امن المينيا وتواصلنا ايضا برضو مع الاستاذ بدوي داع وبدوي الواعر مدير مكتب محافظ المينيا وفي خطوات فعلا بتتاخد حاليا اه لتنفيذ قرارات الازالة للصدرة على المباني اللي اقيمت على ارضه المختصبة وان شاء الله طبعا الاجراءات دي بتاخد شوية وقت لكن اه مع برنامج الصفتي القانون ومع مكتب الصفتي اه للاستشارات القانونية ان شاء الله مش هتاخد وقت هيبقى فيه اجراءات سريعة وهيبقى فيه تواصل وهنبلغكم ان شاء الله احنا وصلنا الفين في اي موضوع يتولاه البرنامج او المكتب بازن الله وهننتقل ان شاء الله الفقرة اللي جاية فيه استغاسة لمسؤول وهيبقى معانا ضيفة اه موجودة تحكي لنا مشكلتها ومشكلة غريبة جدا وعويصة و اه هنرحب بها ان شاء الله بعد الفاصل وخليكم معانا ومطروحوش فات